بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء الثاني من المحور الثاني حيث سنقوم خلال هذا الجزء بشرح الروابط التساهمية وكيفية كسر هذه الروابط التساهمية بالنسبة للروابط التساهمية تتكون هذه الروابط من خلال ارتباط بين عناصر يكون الفرق في الكهروساليبية بينهما أقل من واحد فاصل سبعة حيث تكون هذه الالترنات متشاركة بين العنصرين المرتبطين A و B وسنلاحظ من خلال هذه الروابط التساهمية أن هناك نوعين من الروابط التساهمية هناك روابط تساهمية قتبية وهناك روابط تساهمية غير قتبية وذلك من خلال الفرق كذلك في الكهروساليبية حيث أنه إذا كان الفرق في الكهروساليبية بين العنصرين يوجد بين 0.4 إلى حدود 1.7 سيكون بالتالي هذه الروابط ستكون هي روابط تساهمية قتبية مثال الأمر مع الرابط بين الفلور والكاربون حيث أن الفلور له كهروساليبية تساوي 4.0 وبالنسبة للكاربون الكهروساليبية تساوي 2.5 وبالتالي إذن الفرق في الكهروساليبية بين الفلور والكاربون إذن الفرق في الكهروساليبية بين الفلور والكاربون يساوي 4.0 نحذف منها إذن 2.5 نتحصل إذن على 1.5 إذن توجد هنا تقريبا إذن 1.5 وبالتالي إذن هذه الرابط هي رابطة تساهمية قتبية حيث أن الإلكترونات توجد بين الكاربون والفلور ولكن هي متجهة نحو الفلور لذلك للفرق في الكهروساليبية فالفلور إذن له كهروساليبية أعلى من الكاربون وبالتالي يسحب الإلكترونات في اتجاهه نتيجة لسحب الفلور إذن للإلكترونات في اتجاهه سيؤدي ذلك إلى ظهور كثافة إلكترونية في اتجاه الفلور ويشار إلى هذه الكثافة الإلكترونية بشحنة قتبية سالبة أو دلتا سالب ومن هذه الناحية من الرابطة يعني من ناحية الكاربون يصبح لدينا هناك فراغ إلكتروني ويشار إلى هذا الفراغ الإلكتروني بشحنة قتبية موجبة أو نقول دلتا موجب كذلك الأمر بالنسبة للرابطة بين الكلور والكاربون كذلك الإلكترونيات ستكون متجهة نحو الكلور وبالتالي لدينا هنا شحنة قتبية سالبة وهنا شحنة قتبية موجبة شحنة قتبية سالبة كذلك الأمر بالنسبة للرابطة بين الأكسجين والهيدروجين بطبع الحال الأكسجين هو كاروسيلبي أكبر من الهيدروجين كذلك بين الأكسجين والكاربون فالأكسجين هو كاروسيلبي أكبر من الكاربون وبالتالي إذن هذه الرابطة تكون رابطة قتبية وهذه الرابط كذلك تساهمية قطبية تساهمية قطبية من حيث أن هنا يصبح لدينا إذن هنا قطب سالب وهنا قطب موجب كذلك الأمر بالنسبة لهذه الرابطة من هنا في اتجاه الأكسجين يصبح لدينا إذن شحن جزئية سالبة وهنا شحن جزئية موجبة أما فيما يخص الرابط التساهمية الغير قطبية حيث يكون هذا الزوج الإلكتروني مشترك بين العنصرين المرتبطين وذلك إذا كان الفرق في الكهروساليبية بين 0 و 0.4 أي هذا الجزء مثل الأمر بين الكاربن والهيدروجين فالرابطة بين الكاربن والهيدروجين هي رابطة غير قطبية حيث أن الفرق في الكهروساليبية بينهما إذ قلنا إن الكاربن له كهروساليبية 2.5 والهيدروجين قلنا إذن 2.1 فبالتالي إذن الفرق في الكاروسياليبية بين الكاربون والهيدروجين تساوي 2.5 حذف 2 نحذف منها 2.1 تعطيني إذن 0.4 وبالتالي هي رابطة تساهمية غير قطبية كذلك الأمر بالنسبة للرابطة بين الكاربون والكاربون فهي رابطة تساهمية حقيقية بحيث أن الاشتراك يكون بنفس النسبة تماما بين الكاربون والكاربون هنا وذلك نتيجة أن هذا المركب هو ركب متماثل كما تلاحظون فهي المركب متماثل تماما نمر الآن إلى شرح كيفية كسر روابط التساهمية بداية سنشرح كيفية كسر روابط التساهمية الغير قطبية حيث قلنا أن الإلكترونات تكون هي متشاركة بين العنصرين المرتبطين بنفس النسبة هناك تشارك بنفس النسبة فبالتالي إذا تصورنا أو إذا احتملنا كسر هذه الرابطة هذه الرابطة إذا احتملنا كسر هذه الرابطة فإن كل عنصر سوف يقوم بسحب إلكترون سحب إلكترون كما تلاحظون سحب إلكترون هنا يعني السهم كما تلاحظون فالسهم تلاحظون نصف رأس يعني لما نقول سهم نصف رأس فهذا دلالة على انتقال إلكترون فقط لذلك الأمر هنا نصف رأس إذن انتقال إلكترون كل إلكترون إلى العنصر المقابل وبالتالي إذن يسبح لدينا هنا شقوق أو نقول جذور حرة هذا الكسر يسمى كسر متجانس ذلك الأمر بالنسبة لمراكب كلور 2 أو سيل 2 فتلاحظون خلال عملية كسر الرابطة إذن كل عنصر سوف يقوم بسحب إلكترون ونتحصل على شقوق حرة نمر إذن إلى شرح كيفية كسر روابط التساهمية القطبية كما قلنا فإن الإلكترنات متجهة إلى العنصر الأكثر كاروسيليبية فمثلا هنا بين الكلور والكاربون كما تلاحظون كلور له كاروسيليبي أكبر من الكاربون فالإلكترنات إذن متجهة نحو الكلور إذا كان هناك كسر أو إذا تم كسر بين الكاربون والكلور فإن الكلور هنا سيقوم بسحب الزوج الإلكترون إذن يسحب الزوج إلكترون تماما وهنا السهم هو رأس كامل فهو دلالة على انتقال زوج إلكترون وبالتالي نتحصل على كلور له سيربح إلكترون خلال عملية قصر لأنه هناك يصبح إلكتروني وبالتالي إذن شحنها سالبة ومن الجانب الآخر فالكاربون هنا سيفقد إلكترون وبالتالي يصبح لديه فراغ إلكتروني متمثل في الشحنة الموجبة لأن الشحنة الموجبة هي دلالة على فراغ إلكتروني أو هي تدل على فراغ إلكتروني وشحنة سالبة تدل على كثافة إلكترونية